كل يضيف رؤى للنجاح و يثري بها ما جلس الابتكار فأنعم بهم في الورى أسرة و طوبى لمن في هداه استشار و طوبى لمن في هداه استشار بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام سلام الله عليكم و رحمته و بركاته طابت أوقاتكم جميعا بكل خير و أهلا بكم إلى زاد الأسرة عندنا حلقتنا لهذا الأسبوع كيف نستعد لقدوم شهر رمضان المبارك في البداية مشاهدين الكرام دعونا و باسمكم جميعا أن نرحب بضيف حلقتنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي رئيس قسم الشريع بجامعة أم القرى فأهلا و سهلا بك دكتور خالد مرحبا حياكم الله السلام سعداء بك معنا دكتور نحن أسعد ربي أرضى عنك الله يحب بكم بك مشاهدين الكرام المتتبع لأحوال الناجحين و الفائزين في مسارات الحياة الدنيا المختلفة يجدهم يجتهدون في الإعداد و الاستعداد فالطالب المتفوق تجده يعد للسنة الدراسية قبل بدايتها و العداء الماهر يعد للسباق قبل حينه و الأمثلة في واقعنا على هذا كثيرة و متنوعة و نحن في هذه الأيام المباركة من شهر شعبان نستعد لدخول شهر رمضان المبارك فلا بد أن يكون لنا وقفة فهو آخر محطات الاستعداد لدخول الشهر العتقي من النيران شهر رمضان شهر القرآن و الاستعداد لشهر رمضان يكون بأداء العديد من الأمور و العبادات التي تهيئ المسلم له و تمكنه من اغتنامه بأفضل الطرق الممكنة مشاهدين الكرام نسعد بكم و بالمشاركتكم معنا عبر أرقام التواصل التي تظهر لكم امتباعا على الشاشة كما نسعد بكم مشاركتكم معنا عبر السؤال التفاعلي الذي يقول كيف تستعد لقدوم شهر رمضان المبارك نجد ترحيب بكم و كذلك نجد ترحيب بحلقتنا نحياكم الله دكتور يا مرحبا وسهلا بي أجل عمار يا أهلا فيك دكتور لماذا الحديث عن استقبال شهر رمضان المبارك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله وسلم و بارك على نبينا محمد و على آله و صاحبه أجمعين أولا أرحب بك و بالمشاهدين الكرام و أسهل الله عز وجل أن نجعل هذا اللقاء لقاءا مباركا موفقا و أن نوفقنا فيه لحسن القول الذي ننتفع به و ننتفع به سامعه اللهم آمين شهر رمضان هو خير ضيف و خير زائر يزورنا في عامنا و للسعداد رمضان الحقيقة لا ينبغي أن يكون عنه الحديث في هذا الوقت لأن هذا الشهر المفترض أن كل مؤمن قد حصل في قلب من البهجة و السرور لهذا الشهر و لقدومه و نقول دوما لنفسي و لأخوتي قل لما مقدار فرحاتك بالشيء أقولك ما منزلته عندك فإن رأيت رجلا يحتفل بزفافه فإنه قبل موعد الزفاف بأشهر و هو يهيى له و يستعد و يقوم بتأثيث داره و هو حديثه و يرتب له و يدعو الناس لحضور هذه المأدبة و لتلك الليلة لأن هذه الليلة من الليلة العظيمة عنده التي يحتفي بها و حق له ذلك شهر رمضان إذا كان المرء محتفيا به رأيت أنه من قبله بوقت ليس باليسير و هو يتهيأ لهذا الشهر و لهذا و إن كان في نقله ضعفه لكن يروع عن السلف الصالح رحمهم الله أنهم يسهم الله عز وجل ستة أشهر أن يبلغهم رمضان و ستة أخرى أن يتقبل منهم ذلك أن رمضان هو هم و فرح له في قلب المؤمن ينتظره أرأيت لو أن أخا لك أو حبيبا غاب عنك عاما كاملا كيف بك إذا قرب وقت وصوله تجد أنك تحسب الأيام و الساعات و الدقائق متى يصلك هذا الضيف متى يصل إلى بلدك متى يدخل إلى دارك شهر رمضان له عام و قد فارقنا و القلوب في حين فراقه قد تقطعت و المؤمن يموت في ذلك الحين كامدا على ذهابه و ربما خالطه شيء من السرور و الفرح بنعمة الله جل وعلا على ممن عليه به من الصيام و القيام و هو الآن يشتاق لهذا الشهر و خصوصا أن شهر رمضان الحديث على استداد عنه لأنه موسم حصاد عظيم يحصل به المؤمن من الطاعات و الصالحات و المبرات ما لا يحصده في غيره جميل فإذا ما تحدثنا عنه الآن متى نتحدث بل الحقيقة ينبغي أن يكون الحديث عن رمضان من قبل و أنا أعلم أن عادا من خطباء الجوامع يتحدثون عن رمضان في شهر رجب لأنك إذا ما استعديت رمضان من قبله بزمن كاف دخل عليك الشهر و أنت في غاية الاستعداد و التهيئ و كما أنك تتهيئ لفريضة الصلاة بأداء الرواتب و القدوم المسجد مبكرا هذا يهيئك للدخول بنفس مطمئنة لهذه الفريضة النبي صلى الله عليه وسلم أليس كان يبشر الصحابة قبل قدومه و قال صلى الله عليه وسلم هذا شهر رمضان أتاكم رمضان شهر تفتح فيها باب الجنة تغلق فيها باب النيران و لذلك البشرة برمضان هي جزء من الاستعداد له لأن هذه البشرة تدل على أنهم متهيئون له و أنهم في غاية الشوق إليه و لا يبشر إلا ما فيه الخير و السرور و الاستعداد لرمضان لأن رمضان شهر المغفرة و شهر الرحمة إذا كان هذا الأمر لا يحرك في نفس المرء شيئا فقل لي كيف يتحرك قلبه و متى يتحرك قلبه طيب جميل أنت خلتنا يا دكتور شهر رمضان شهر أيضا كذلك شهر الصلة طيب قلبيا كيف أن أستعد له أولا أول ما ينبغي المؤمن الاستعداد له أن يعرف منزلة الشهر لهم يقولون من عرف الشيء قدره قدره و لذلك إذا عرف المرء ربه جل وعلا فإنه يقارب من معرفة جلال الله و يقارب من الخوف من الله عز وجل و تعظيم الله عز وجل و لذلك كان أهل العلم هم أهل خشية لأنهم أكثر الناس معرفة بربهم جل وعلا و إذا ما كان المرء أكثر معرفة لفضاء رمضان فإن قلبه سيكون أكثر تعلقا بهذا الشهر و سيكون هذا القلب متهي له فرح به و لذلك من أول ما يستعد به رمضان نعم أن يعرف المرء فضل رمضان ثم تأقوام لا يعرفون فضله و لا يقدرونه قدره إذا كان المرء لا يعرف فضله كيف يستعد له إنما يستعد له من عرف فضله من علم أن رمضان شهر حط السياة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه قال يا رسول الله سمعناك قلت آمين 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 قال جbrahim قال رغم أنفه من أذاك رمضان و لم يغفر له قال فقلت آمين إذا أدرك المرء رمضان و لم يغفر له هذا المرء لا أدري متى يغفر له إن لم يغفر له في رمضان إلا أن يدركه الله عزيزي برحمته إذا علم المرء أن رمضان من قامه إيمان واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه عمره اليوم في الأربعين في الخمسين في الستين لك أن تتخيل أن رجل له أكثر من خمسين سنة في شهر واحد وغفر له ما تقدم من ذنبه أليس بالشيء العظيم الذي يتهيّله القلب وقلب المؤمن ويستبشر به تب دكتور بما أننا تكلمنا عن القلب خلنا ندخل في جانب من يدخل رمضان عليه و قلبه يمتل حقدا حسدا خلاف نزاع كيف يعني يريد المغفرة وهو لا يصفح ولا يعفو سواء عن أخيه عن زوجته أبارك الله فيك النبي صلى الله عليه وعلا لي و صحبه وسلم فيما روي عنه في الحديث يصحح جماعة من العلماء أن الله عز وجل يطالع على الأرض في الهيئة النصف من شعبان فيغفر لكل موسم لا يشترك بالله شيئا إلا لمتشاحن أو مشرك الشحناء مانعة من المغفرة فإذا أراد المرء مغفرة في شعبان و إن كان ليلة نصف من شعبان لا يشرع لها عمل خاص ولا قيام خاص ولا صلاة خاصة ولا احتفال خاص بل إن الله عز وجل غاية ما يصحح من الأحاديث يدل على أن هذه الليلة تحصل بها المغفرة و لا يدل ذلك على عمل خاص في هذه الليلة و لم ينقل عن نبي صلى الله عليه وعلا و سلم أنه أحيا بعونا خاص لكن ممن لا يمنعون هذه المغفرة أهل الشحناء فدل ذلك على أن الشحناء مناقضة و مانعة من موانع المغفرة فإذا كان رمضان هو شهر المغفرة فإن هذه الشحناء مانعة من موانع المغفرة فأولا هي مانعة بذاتها ثانيا العلماء يقولون التخلية قبل التحلية إذا أراد المرء أن يحلي قلبه بهذا الذكر والقرآن رمضان الذي يحمل المرء فيه على القيام و الصيام هو القلب المرء لا يحمله حقيقة هو البدن و العضلات إنما الذي يحمله القلب و أنت ترى اليوم مثلا بعض الناس يصلي مع الإمام التراويح لفترة ثلاث ساعة و نصف ساعة ثم يقول قد الإمام أطال بنا الصلاة و تراه بذاته يقف خارج المسجد لساعات طوال يتحدث مع الناس و لا يشعر بالثقل ما الذي حمله هنا و يثقله هناك هو هذا القلب و ترى الرجل الشديد القوي يأتيه الخبر بموت عزيز أو بمصاب شديد عليه فهذا الرجل يخر من قيامه على ركبته يجثو لا تحمله قدمه لأن الذي يحمله في الحقيقة القلب لما ثقل القلب لم يستطع البدن النهوض هذا القلب هو الذي يحملك في رمضان بالقلب هذا تقوم و بالقلب تصوم و بالقلب هذا تقرأ القرآن فإذا مرئ القلب بالشحناء و البغضاء كيف تلذت هذا القلب بالقرآن كيف تلذت هذا القلب بالصلاة و الصيام كيف يجد هذا القلب لذة المناجاة لله عز وجل و قلبه مشغول بالغيظ على إخوته من المسلمين فضلا يكون كما ذكرت على زوجه أو على ابنه أو على قريب له من قرابته كيف ينظف قلبه يعني يقول لك أنا قلبي هكذا يقولك أنا فيه حقد بحاولني بروح أصلح بأتنازل وأسلم بس يقول شيء يمنعه كيف أنا مثلا أكطع هذا الشيء وأذهب الأصل أن الإيمان إذا قرر في القلب كفيل أن يذهب بكثير من أدواء القلوب و النبي صلى الله عليه و على عليه و صحبه و سلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا بالإسلام دين و حمد صلى الله عليه و سلم من ربي و رسوله هذا الطعم الإيمان إذا دخل القلب هو كفير أن يذهب بكثير من أدوائه و لذلك كان كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه و على عليه و صحبه و سلم في قلبهم على النبي عليه و صلى الله عليه و سلم حتى قال عمرو العاص لم يكن أحد أبغض إليه من رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما دخل في دين الإسلام لم يكن أحد أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه و سلم فأول ما يطهر قلب العبد الإيمان إذا وقر الإيمان في القلب فإن هذا القلب لا شك بحلوته و طعمه ينفي و يذهب بخبث هذه الأدواء هذا أولا ثانيا النبي صلى الله عليه و سلم قال حلم بالتحلم و العلم بالتعلم و من يتحرى الخير يُعطى و من يتوقع الشر يوقى العبادات أيضا هي دربة و أعمال القلوب كما يقول لابن تيمير رحمه الله حكى الإجماع أن أعمال القلوب بالاتفاق هي أعظم من أعمال جواله مستحبات القلوب أفضل مستحبات الجواله و كبائر الدعاء القلوب أشد من كبائر الجواله إذا كان المرض إذا فعل فعلا بيده السرقة مثلا تقطع اليد بينما إذا كان في قلب يثقال در من كبر لا يدخل إلى جنة هذا القلب مما يجعل المرض يعتني به أن يعرف أن منزلته أعظم من منزلته عمل الجوارح من هنا يتعود يدرب هذا القلب على الحرص على صصفيته النبي صلى الله عليه و سلم جاء للماجه في حديث و إن كان فيه مقال أنه قال لا يحدثني أحد منكم عن أحد إني أحب أن أخرج إليكم و ليس في قلبي شيء على أحد منكم القلب له منافذ العذن و البصر و هذه المنافذ إذا المرء أدخل منها ما يغر قلبه على إخوته فليتحمل اتفعه لكن لو أغلق هذه المنافذ و حرص منها الآن من رمضان أن يغلق هذه المنافذ فإنه بلا ريب سيطهر قلبه من البلء في الجوارح لا شك و هي منافذ القلب و لذا يذكر عن بعضها العلم و يذكر هذا عن الشيخ بن قاسم رحمه الله صاحب الحاشية يذكر بعض مشايخنا أنه في آخر عمره ضعف بصره أو ذهب للطبيب يعني ذهب للطبيب فقال له الطبيب عندك شكال في النظر في السمع فقال أنا أهم عندك شكال في السمع قال أهم ما يكون عندي البصر لأنه من خلاله أقرأ أما السمع قال فكثير من حديث الناس اليوم و أدك ما تسمع لغو ما يحتاج حديث نعم و لذلك المر إذا كان حرصا على قلبه ينبغي أن يحرص على أذنه لأن هذه الأذن هي طريق القلب و العلم اختلف هنا في شرف السمع و شرف البصر أيهما أشرف لكن كلاهما السمع و البصر هما منفذان لهذا القلب مما يطهر المر به قلبه أن يغلق هذا السمع إلا عن خير لا يسمع عن أخوته إلا خيرا و أيضا مما يعين المر على طهارة قلبه أن يعلم أن النبي صلى الله عليه و سلم رتى من الأجور العظيمة على سلامة القلب و على سلامة صدر و الله أنك صدكت يا شيخ في موضوع السمع لأن غالب القلب ما يمتلح حقد إلا لما يرخي سمعه لفلان و للعلان حيث أنه يسمع نميمة يسمع غيبة أو كلام الآن في إشاعة من هالكلام فيعمل القلب لا شك و لذلك العاقل لا يرضى بأحد أن ينقل له كلام عن إخوتي من قلت عن حسن باصر رحمه الله نوجاه رجل و قال فلانا قال عنك كذا و كذا قال أما ويد الشيطان رسولا غيرك هذا غد البليل نعم أصبح رسول للشيطان يأتي به و لذلك أنا أذكر لبعض الإخوة لما يقول فلان يتكلم بك في غيابك أقول هذا جزار الله خير رجل استحي مني لأنه يتكلم في غيابك هو مستحن منك فلا تقبل منه هذا كلنا لو المرء أرخى أذنه لكل حديث لم تلقى قلبه و على إخوته و ثق تماما أن أول من يربح من سلامة الصدر هو أنت لأنك أول شيء تكسب الطمأنينة و اللذة في العبادة إذا حرمت هذا القلب السليم لن تجد لذة لأي طاعة من الطاعات و لن تعيش مع إخوتك بطمأنينة و سعادة لك في رسولك صلى الله عليه و سلم أسوة كيف فعل عليه الصلاة و سلم لما دخل مكة ظنّت قريش أنه عليه الصلاة و سلام سينتقم منهم انتقاما شديدا و دخل عليه الصلاة و سلام مطاطئا رأس صلى الله عليه و سلم و قال اذهب و اذهبوا فأنت مطلقاء هذه الكلمة لا يعي المر منزلتها ولا يعي و لا يس Force و لا يستطيع أن يدلك مكانتها و عظم هذه الكلمة إلا إذا استحضر ما فعلته قريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القلب أن يقول لهؤلاء اذهبوا فأنتم الطلقاء حسنتم شيخا على هذا الإضاحة والبيان مشاهدين الكرام ذكر بأرقام التواصل التي تظل لكم اتباعا على الشاشة نرحب بكم و بمشاركاتكم أو مداخلاتكم شيخ طيب نحن الآن في شهر شعبان و شعبان أيضا له فضائل ورد بعض النصوص الشرعية فيها طيب ماذا يفعل المسلم في هذه الأيام كما تعلم صلى الله عليه وسلم بلغنا وياك السامعين و المشاهدين شهر رمضان مبارك لم يتبقى إلا ممكن أسبوعين أو تزيد قليلا ماذا يفعل خيرا هذه الأسبوعين القادمة قبل قدوم شهر رمضان شعبان هو كما يسمي بعض السلف هو شهر القراء نعم ولذلك هو شهر يستعد به لرمضان بلا ريب وجعله من سلم رضي الله و عن غيره من أزواج النبي صلى الله عليه و صحبه و سلم أن النبي عليه الصلاة و سلم كان يصوم شعبان كله كان يصومه إلا قليلا عليه الصلاة و سلم هذا من التهيئة رمضان الذي كان النبي صلى الله عليه و سلم يفعله و أنه كان يصوم شعبان فالكثار من صيام شعبان لا شك أنه من أفضل الأعمال الصالحة و لذا النبي صلى الله عليه و سلم كان يكثر من صيامه و جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه و سلم قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم و لذا اختلف الفقهاء رحمه الله في أيهما أفضل صيام شعبان و صيام رمضان و مناسبة القول هنا لهذا الاستعداد أن من أهل عمان قال هما منزلة قيام الليل و صلاة الراتبة بالنسبة للمحرم و شعبان محرم و شعبان جميل قالوا كقيام الليل من الصلاة المطلقة هذا محرم و شعبان كصلاة الراتبة لصلاة الفريضة فالرواتب للفرائض هي تهية للفرائض و قيام الليل هو صلاة مستقلة لها منزلتها قالوا كذلك شعبان صيامه منزلة صلاة النافلة قبل الفريضة فهو كالراتبة قبل رمضان يتهيأ به المرء رمضان و يستعد بهذا الصيام و لذا ينبغي المرء أن يتهيأ برمضان في شعبان بكثرة الصيام ينبغي له أن يتهيأ في شعبان بالدعاء أن يبلغه الله عز وجل هذا الشهر الكريم فإن هذا الشهر بلوغه من النعم الكبيرة و قد جاء في حديثه عن نبي صلى الله عليه و سلم أن أبا طلحة رضي الله عنه و رأى رؤيا في المنام رجلين قادم عن نبي صلى الله عليه و سلم و استشد أحد ما في غزات و الآخر بقي بعده عام فرأاهما في المنام و رأى الذي مات بعده بعام أعلى منه و انزلة في الجنة فاستشكل الناس هذا الحديث فقال عليه الصلاة و السلام ألم يصم بعده رمضان ألم يصلي كذا و كذا صلاة ألم يفعل فبقاء المرء لعام يدرك فيه شهر رمضان هذه من النعم العظيمة ترفع درجته لا شك و المئة الكبيرة التي يمغى أن تشكر و لذلك المرء يدعو الله تعالى و يبلغه رمضان و يكثب من قوله اللهم يعني على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك لأنه إن لم يعن من الله عز و جل فلن يستطيع إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجنى عليه اجتهاده العلم يقول عندنا استعداد و إمداد استعداد و إمداد الاستعداد هذا من المرء يستعد به و هو يتهيى و الإمداد من الله عز و جل إن لم يكن لك إمداد و مدد من ربك سبحانه و تعالى مع استعدادك لن تعان و لذا المرء يلتجل الله عز و جل و يسأله أن يعينه و قاله تيمية رحمه الله و تأملت الدعاء و تأملت و أنفعه فرأيت ذلك في قول المرء اللهم يعني على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك إن لم تعاني رمضان من العبادة أنت لا تسأل الله عز و جل أن تبلغ رمضان فقط بل أن تعاني لحسن العبادة فيه جميل و لذا قال ابن القيم رحمه الله ألا قال الصائمون على مراتب قال صيام العامة و هم يصومون عن المفطرات يعني مع الناس يصومون مع الناس يأكل مفطرات لا يأكل و لا يشرب و لا يفعل مفطرات من طلوع الفجر و غروب الشمس قاله صيام الخاصة قاله هم الذين يصومون عن مفطرات طبعا و يزيدون أنهم يصومون عن فعل محرمات لا يتكلمون زورا و لا ينطقون باطلا و لا يسمعون محرما هؤلاء الخاصة قاله صيام خاصة الخاصة و هم الذين صامت هممهم و قلوبهم عن الهمم الرديئة ليس فقط أعمالهم و لا جوارحهم إنما حتى القلب صام عن كل همة الرديئة ليس له هم إلا حول العرش المؤمن يسأل الله عز وجل من شهر شعبان أن يبلغه رمضان و أن يعينه فيه على حسن العبادة و على حسن العمل هذا مما يتهيئ به المرء من الدعاء لله عز وجل من سلامة الصدر و سلامة القلب جميل طيب دكتور يعني هندخل في جانب يتعلق أحيان بالأسرة أحيان بالمرأة كما تعلم موضوع القضاء ما القضاء و رد الضغط نص حديثا عائشة كانت تقضي في شهر شعبان لو نعرج شيئا يسير حتى نفقه بس الأسرة عن هذا الجانب القضاء قبل رمضان مما يتهيئ به رمضان أن يتعلق المرأة الأحكام الفقهية في شعبان التي ينبغي أن تكون قبل الصيام جميل عائشة وضي الله عنها جاء عنها في الصحيح أنها كانت تقول أنه لا يكون علي الصيام من رمضان فلا قطيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه و سلم فهذا القضاء في شعبان فهم منه العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلا رمضان الذي يليه فمن كان عليه قضاء من صيام سابق لا يحب له أن يؤخره إلى ما بعد رمضان التالي ولذا يجب عليها أن يقوم بالقضاء قبل دخول شهر رمضان فإذا كانت المرأة إذا كانت المرأة حائضا وعليها قضاء من أيام يجب عليها أن تقضيها قبل دخول شهر رمضان ولعلنا ولل بعد الاتصال نأخذ جانب إذا تأخذ القضاء عننا طيب معنا أبو جهاد من السعودية أهل أبو جهاد أنا مع صمعك تفضلي أبو جهاد إيه يا دكتور يا شيخي الأطرى برمضان بالأمف أو بالعين أو بالأذن متفكر شيء؟ القرآن والعين أعيد سؤالك أبو جهاد الأطرى بالعين أو بالأمف أو بالأذن بتفضل جهاد القطرى القطرى آه آه نعم أي خلاص وضح سؤالك شكرا برجهاد نحن قطعناك في القضاء نعم أقول قضاء في رمضان رمضان ينبغي أن يكون قبل دخول رمضان الآخر و القضاء يسمي الفقهاء أو العلماء واجب موسع بمعنى أنه يصح المرء أن يقضي من شهر شوال إلى شعبان و يضيق هذا الواجب و يكون واجب مضيقا إذا بقي عن رمضان بقدر الأيام فإذا كان عن رجل أو عن مرء خمسة أيام قضاء فإذا دخل اليوم الخامس والعشرين من شعبان أصبح القضاء في حقه واجبا مضيقا يجب علي أن يقوم بالقضاء في هذه الأيام و لا يجوز له أن يؤخره عن شهر رمضان فلو دخل رمضان و لم يقضي المرء هذه الأيام من شعبان من رمضان السابق فالغلماء رحمه الله قضوا بأمور و حكموا بها أولا قالوا يا أثم إن كان ذلك لغير عذري ثانيا أوجب عليه جماعة من الفقه و جمهور الفقهة الكفارة و أن يطعم عن كل يوم مسكينا و ذهب بعض الأهم إلى عدم وجوب ذلك لكن قضاء أصحاب النبي صلى الله عليه و عليه و ذلك ينبغي أن يفعل و أن يخرج عن كل يوم أن يطعم مسكينا من المساكين و إن كانت أخر القضاء لعذري كامرأة مثلا كانت عليها خمسة أيام من رمضان ثم حملت في شهر رجب أو حملت مثلا في شهر محرة و لم تستطع أن تقضي حتى دخل عليها رمضان آخر فهذه قد تركت القضاء لعذري من قبل لعذري الحمل فمثلها لا شيء عليها لا إثم و لا إطعام إنما يجب عليها أن تقضي بعد فراغ رمضان الثاني جميل هكذا نصر العلماء رحمه الله جميل لأننا كمان نأخذ موضوع سبق رمضان بالصيام لأننا لدينا فاصل بس نجيب هذا ثم نطرع الفاصل بالنسبة لسؤال عن قطرة العين و قطرة الأنف نعم أخذ بجهاد لسؤال أبي جهاد قطرة العين و الأنف مما اختلف العلماء رحمه الله في حصول الإفطار بهما و الخلاف في قطرة الأنف أشد من خلاف في قطرة العين أما العين الذي عليه المجامع الفقهية و كثير من المعاصرين هو عدم الإفطار بقطرة العين جميل ذلك أنها ليست منفذا طبيعيا للجوف بالنسبة للعين أما الفم و الأنف هم المنفذان الطبيعيان للجوف و لذا قال صلى الله عليه و على ره و صحبه و سلم و بارغ في الاستنشاقي إلا أن تكون صائما و ذلك لا ينبغي الملين أن يدخل شيئا من فمه أو من أنفه إلى جوفه و صائم فلو استعمل قطرة الأنف فالذي عليه بعض الفقهة أنها مفطرة و الذي عليه آخرون أنها لا تفطر إلا إذا بلغت إلى جوفه فإذا كان الصائم يعلم أن قطرة الأنف تبلغ إلى حلقه و إلى جوفه فإنها مفطرة أما إذا كان بكمية قليلة لا تبلغ فمثل لا يفطر و الأمر في قطرة العين أيسر و لما نقول مفطرة ليس هذا باب التشديد هذا باب التيسير لأن المريض يعذر فإذا كان المرء محتاجا لهذه قطرة في الأنف يستعملها و يفطر في ذلك اليوم و يقضي و لا يثم عنه و لا حرش أما إذا كان المرء ليس محتاجا لها فليؤخرها أما قطرة العين فإنها أيسر و قطرة الأذن لا تفطر بلا إشكال لأن الأذن ليست منفذا إلى الجوف الذن والعين عندنا الأذن والعين والأنف الأذن لا تفطر بلا إشكال لأنها ليست منفذا إلى الجوف أما العين ففيها خلاف و الصواب و أنها لا تفطر لأنها ليست منفذا طبيعيا و الذي يجعل فيها من قطرة ليس طعاما و لا في معنى الطعام فلا تفطر باقي الإشكال في الأنف الأنف منفذ طبيعي للجوف فما دخل مع الأنف فيه خلاف و الصواب أنه يفطر و ينبغي المرء أن يبتعد عنه خصوصا إذا كان يعلم أن القطرة تصل إلى جوفه أما إذا كانت القطرة لا تصل بكمية يسيرة و يعلم أنه لا تصل و أنه إذا أتت إلى فمه أنه لفظها فمثله هذه لا تفطر و الأولى أن يبتعد عن قطرة الأنف و لا يستعملها فإن احتاج إليها يستعملها فإن ذهبت إلى جوفه فإنه معذور في ذلك و يفطر و عليه القضاء من قابل أحسن الله إليك دكتور خالد على هذا البيان نحن نستأذنك في فاصل شاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا فأنعم بهم في الورى أسرة و طوبى لمن في هداه استشاء مضى رجب وأقبل شعبان سمي بذلك لتشعب القبائل في الحروب والغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام شعبان وما أدراك ما شعبان شهر الاستعداد و التهيئة لرمضان شهر الصيام و تلاوة القرآن فقد كان عليه الصلاة و السلام يكثر فيه من الصيام لأنه شهر يغفل عنه الناس وهو الشهر الذي ترفع فيه أعمال السنة كلها يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب و رمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي و أنا صائم قال ابن القيم رحمه الله فإن عمل العام يرفع في شعبان وكان السلف يكثرون فيه من تلاوة القرآن حتى إن منهم من يغلق حانوته ليتفرغ لقراءة القرآن يقول سلمة بن كهيل كان يقال شهر شعبان شهر القراء وكانوا يحرصون على إعانة المسكين في شعبان ليستقبل رمضان بما يسعد به أسرته وأولاده فقد روي عن بعض السلف أنهم كانوا إذا دخل شعبان أخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان ففي شعبان ترويض للنفس وتهيئة لها لاستقبال رمضان بأحسن الأحوال والأعمال أهلا وسهلا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى نجد الترحيب بكم كمان نجد الترحيب بظيفة حلقتنا حياة دكتور خالد مرحبا و سهلا بيبو عمر يا مرحبا بيك دكتور يعني طيب نحن الآن بعد كم يوم حننتصف الشهر حكم الصيام بعد النس من شعبان نعم وراء تحديث عن النبي صلى الله عليه و صحبه وسلم تمنع من الصيام بعد انتصاف شهر شعبان جميل ومن أهل العلم من حكم عليها بالشذود منهم من قوى هذا الأحاديث لكن ثمت أحاديث صحيحة و ثابتة في النهي عن تقدم رمضان بيومين أو يومين قال صلى الله عليه و سلم لا تقدم رمضان بصيام يومين أو يومين إلا رجلا كانه صيام فليصمه فهذا الأحاديث في مجملها فهم منها العلماء رحمه الله أمورا الأمر الأول أن صيام شعبان في مجمله هو من الصيام المستحب و كمثلت أسلافنا من قبل من التهيئ لشهر رمضان لكن أن يخص المر النصف الثاني من شعبان بالصيام لأجل الاحتياط لرمضان هذا هو الذي نهي عنه و نهى عنه النبي صلى الله عليه و سلم و ذلك بعض الناس يحتاطوا للعبادة فيصوموا قبل رمضان بيوم أو يومين هذا التقدم هو المنهي عنه هذا الشك هذا هو من الاحتياط للدين في غير محلي و لسدراك و هذا سدراك على الدين النبي صلى الله عليه و سلم نهى عنه قال لا تقدم رمضان بيومين أو يومين لا يجوز لمسلم أن يتقدم هذا بصيام يوم أو يومين و هذا التقدم بصيام سدراك كأنك تقول ما جعلته الشريعة من دخول شهر رمضان برؤية الهلال هذا أمر ناقص أنا أزيد على ما جاء بالسنة و أحتاط قبله بيوم و يومين و أصوم هذا لا ينبغي لمسلم إلا رجل كانه صيام فليصوم هذا رجل يصوم الاثنين و الخميس فوافق أن يكون يوم الاثنين قبل دخول الشهر بيوم أو بيومين فليصومه لأنه لما صام هذا اليوم لم يصومه لأجل الاستعداد و الاحتياط لرمضان إنما لأجل عادته نقول كذلك في الصيام في النصف الثاني من شعبان إذا كان الصيام في النصف الثاني من شعبان لأجل قضاء أو لأجل العادة المر من صيام يوم و الفطار يوم أو صيام الاثنين و الخميس فمثله سائغ أما إذا كان صيامه بعد المنتصف من شعبان للاحتياط لرمضان فهذا الصيام من الصيام الممنوع الذي نهى عنه العلماء رحمه الله جميل شيخ لعلا نقرأ بعض التعليقات التي وصلت نطلعنا كيف تستعد لشهر رمضان يعني إسراء تقول تجديد النية و التوبة و تعلم أحكام الصيام و أدابه تعويد النفس و تهياته على الصيام في شعبان تنظيم الوقت تخصيص وقات القرآن صباحا و سان تمديد فترة قيامة الليل تكون أطول نعم صحيح نعم فضل أقول من الاستعداد المناسب في رمضان جدا أن يرتب المر في وقت رمضان لأننا نعيش فوضى لو سألت كثير من الناس كيف أنت في رمضان لا يعرف ما برنامجه و لم يهيّل هذا الشهر و هم يقولون إذا فشلت في التخطيط فقط خططت للفشل فإذا المرء لم يحسن تخطيط الوقت في رمضان الحقيقة هو خطط لفشله في هذا الشهر الكريم فلابد أن يكون له برنامج واضح جدا يهيئه لهذا الشهر و ما ذكرته الأخطة أيضا من الاستعداد بالتعود هذا مهم جدا المرء لا يقرأ شيء من القرآن و يريد في رمضان أن يختم في أيام و ليس له شيء ما استعده و لا يصلي من الليل و لا ركعتين و يريد أن يكون في رمضان من قوام الليل ابدأ من الآن و استعد و ما ذكرته في التوبة هذا لعل له حديث يكون من أهم المرة يستعد بها رمضان التوبة سنتحدث عنه إن شاء الله جميل أحمد يقول تجديد النية تعويد النفس و تأيتها على الصيام و ذكرت دكتور كصيام الأيام البيض تخصيص أوقات لقيام الليل نفس كلام قريب منها هذه توبية نفس كثرة الذكر قرأت طلب العلم الدعاء تبريغ رمضان ذكرت أنت الدعاء الدكتور نعم إن يدعو الإنسان الله يبلغه لا شك و الدعاء على لعانة على لعانة حسنت نعم محمد عادل صغير لعلنا نحن سبقنا نحن نتكلم عن كيف يتفرغ الإنسان خلال هذا الشرق قال التفرغ قدر المستطاع من أعمال الدنيا و أيضا حتى ذكر من طلب العلم فطلب العلم لا ينتهي فهذا شهر رمضان شهر الصيام و يعني شهر القرآن سنعلق على هذا الأبحث نعلق طيب حلنا ندخل الدكتور يعني فرصة يعني بعض الأسر تجاه رمضان تبدأ تفكر الآن كيف تقضي عندك يعني أنتم تلاحظ و المشاهد كذلك يلاحظ إذا قالوا رمضان بقي يوم و اللي يومين أو حين إذا أعلن رمضان تجاه المحلات تمترئ بالمتسوقين طيب وين الناس قبل نعم كذلك أغراض العيد تجاه ينامون طول الشهر جاء العشر الأواخر تجاه العشر الأواخر كلها يقضونها في الأسواق نعم و رب تضيع عليهم ليالي عظيمة صحيح نادي أنت قبل هذا الكلام يتفضل و علاق فقط على كلام الأخت سراء في الاستجاب بالتوبة جميل من أجمل ما ذكر حقيقة التوبة يقول عنها ابن القيم رحمه الله وظيفة العمر كم التي لا ينبغي المؤمن عنده وظائف في أيامه و شهوره فرمضان له وظيفة و الحج له وظيفة و لك في الليل وظيفة و في النهار وظيفة و إذا جاءك ضيف فتلك وظيفة لكن ثمة عبادة و وظيفة العمر هي التوبة لا يمكن أن يتركها المرء البتة و لا بد أن تكون هذه الوظيفة دائمة فالتوبة إذا استعد بها المرء فإنه يعان إذا ما تهيى المرء بتوبة قدمها قبل شهر رمضان فإنه سيدخل على هذا الشهر و قلبه خالم من هذه الذنوبة الثقيلة و لذلك رؤيا عن نبي صلى الله عليه وسلم و حديث صحيح أنه إذا خرج من الخلاق قال غفرانك كما عند أهل السنن هذا الذكر العلم اختلفه في الحكمة منه لكن من أظهر ما ذكره العلماء ما ذكره من القيم رحمه الله قال أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من الخلاق و قد تخفف من الأذى تذكر ثقل الذنوب فقال غفرانك لي تخفف منها فيدخل عليك رمضان و أنت خفيف الحمل من الذنوب تعان رأيت الرجل الثقيل لا يعان لا يستطيع أن يعمل بأعمال كثيرة الرجل الخفيف يقوم بهذه الأعمال هذا الإشارة للتوبة شكرا للأخت على هذه الإشارة الطيبة بارك الله نحن معنا نتصال من الأرض المباركة في فلسطين محمد معنا محمد سلام عليكم عليكم السلام و رحمة الله تفضل محمد إيه لو تكررت بس بتلاقي عندي شؤال تفضل محمد تفضل الله يريد تفضلك تسلم الآن شيخ أنت عارف مع الانشغال والدومات و زي كده إيش الحد الأبنى من النواطل اللي يجب أني أحرص عليه استعداده من شهر رمضان جميل في شعبان أحصول يعني اللي ما ينفع أني أقود و يعني لازم أحرص عليه باب استعدادا لشهر رمضان يا محمد تكسد شعبان أم رمضان كيف تكسد في شعبان أم رمضان لا استعدادا لشهر رمضان يعني الحين نحن في شهر شعبان باقي السبوعين على رمضان فإيش الحد الأبنى من النواطل اللي لازم أحرص عليه في ضل انشغالات الحياة الحين جميل محمد وضح سؤالك محمد شكرا لك شكرا محمد أنه يتكلم هذه الأيام يعني كيف أدنى شيء على قوله من النواطل اللي يكون حريص عليه نعم كله بحسبه وعمر رضي الله عنه وقل عنه أنه قال من فتح له في باب فليل زم فالمرء ينبغ له نضرب بكل باب بسهم فالصدقات مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين دارسه جبرائيل وقرآن فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجوده الخير من الريح للمرسلة فإذا كان المرء قبر رمضان فليعتد على الصدقة بالشيء اليسير حتى إذا جاء رمضان تنطلق يده وكذلك يعتد المرء على ما في حد أدنى البلد تختلف ويقول للشياء زرخي للصد محمد من فلسطين يقول بأنه مع زحام الأعمال الذكر من عبادة الميسورة يكثر من الذكر يكثر من الاستغفار يكثر من التوبة وظيفة العمر قراءة القرآن قراءة القرآن عن ظهر قلب فهو يحرص على أن يستعد وكما أسلفت عمل القلوب أعظم من عمل الجوارح إذا كان الوقت يضيق عليك في عمل الجوارح فلا يضيق عليك في عمل القلب فقلبك ينبغي أن يكون مستحذرا اجعل التفكير في رمضان هذا مسيطرا على قلبك فأنت تفكر فيه صباحا مساء كيف تصنع كيف تعمل وابدأ بالعمل وثق أنك في رمضان ستجد عونا من الله جل وعلا وإن نقص للسعداد إذا عملت صالحا في رمضان وهذا المعنى مهم جدا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما و أود أن أقف معه قليلا فضل ذك و هو أن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس هذه الصفة دائمة للنبي صلى الله عليه وسلم طوال وقته كان جواد و لذلك قال قائلهم جئتكم من عند الرجل لا يخشى الفقر و هو النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر و مازال يعطي صلى الله عليه وسلم الناس حتى الرجل كان النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إليه فأصبح أحبهم إليه عليه الصلاة والسلام من عطائه لهذا الرجل كان أجود الناس و كان أجود ما يكون في رمضان طيب ما العلا يعني في رمضان يزيد يزيد الجود ما العلا قال ابن عباس صلى الله عليه وسلم و حين يدارسه جبرائي للقرآن فانطلاق الكف بالصدقة هو نتاج انطلاق اللسان بالقرآن حين يدارسه جبرائي للقرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بخيم الريح بالمرسلة و هذا هو المعنى الذي نودع نؤكد عليه رمضان لا شكرا و شهر فاضل لكن فضيلته الحقيقية و هذه الروحة اللزكية فيه و الطمانينة ليست من ذاته كشهر إنما الأعمال الصالحة التي فيه ففي النهار صيام و في الليل قيام و الناس يكثون من تلاوات القرآن الرجل يدخل إلى بيته في رمضان و يجد المذياء على إذاعة القرآن و على صوت التالين و إذا سمع هذه التلاوات و قرأه و القرآن ستأتي الطمانينة إلى قلبه و لذلك لما كتب أبو الدرداء كتب أبو الدرداء لسلمان رضي الله عنه و قد آخر بينه و النبي صلى الله عليه وسلم كتب أبو الدرداء لأخيه سلمان بعد ما تفرق بعد موته عليه الصلاة والسلام قال أما بعد فإني أخبرك أني قد سكنت الأرض المقدسة أبو الدرداء سكن الأرض المقدسة و سكن سلمان العراق قال و قد كثر مالي و ولدي يقوله أبو الدرداء فقال رد عليه سلمان رضي الله عنه قال أما بعد فقد أخبرتني أنه قد كثر مالك ولدك قال و اعلم بأن الخير ليس بكثرة المال والولد إنما الخير أن يزيد حلمك و علمك هذا هو الخير أن يزيد الحلم و العلم قال و ذكرت أنك سكنت الأرض المقدسة و هذا هو الشاهد قال و اعلم بأن الأرض لا تقدس أحده إنما يقدس المرأة عمله العمل هو الذي يقدس المرأة رمضان و إن كاتله مزية لا يقدس أحده إنما الذي يجلب الطمانينة هي هذه الطاعات و العبادات في رمضان هو الشخص نفسه نعم في طاعاته و لذلك إذا نقص الاستعداد مع الانشغال لا ينقص على ذو قلبك لأنك إذا دخل عليك رمضان و عملت بالطاعات من الصيام من القيام سترد أن الطاعة تنادي الأخرى و تقول أختي أختي الحسنة تناديها لأن القلب إذا أثر فيه القرآن انطلقت الجوارح بالأعمال الصالحة كما قال ابن عباس رضي الله عنه و ذلك حين يدارسه جبرائي القرآن فالقرآن أثر عظيم على المرء في انطلاق جوارحه في العبادات و هذا أمر مجرب و كلما نقص تعلقنا بكتاب الله جل وعلا كلما قل شأننا في عبادة ربنا جل وعلا فالعلاقة بين القرآن والعبادات علاقة لا يشك فيها عاقل و هي علاقة طردية و القرآن إن صحت التسمية هو ترمو مثل الإيمان إذا تعرف مقدار إيمان في قلبك فانظر لصلاتك بهذا الكتاب العظيم و القرآن مرتبط برمضان يا شيخ نعم نزل فيه في ارتباط وثيق لا شك لا شك و شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نعم و هو شهر و قرآه بلا ريح طيب دكتور نحن تكلمنا عن التفرغ هذه الأيام الواحد يحاول أن ينجز جميع أعمال و لا يؤخرها حتى يدخل عليه الشهر ثم بعد ذلك لا يستنى يوجد وقتا أن يقضي أشغاله أو رب يطروح الأساعات تعرف الزحام حيان في رمضان في الشوالد أضعاف من الأيام هذه فيروح وقته حيان سوداء صحيح و ذكر أحد الأخوة في مداخلاتي أنه ينبغي التفرغ في رمضان حتى يقول عن طلب العلم و هذا حقيقة مسألة فيها كلام لأهل العلم منهم من يقول يتفرغ في رمضان للقرآن و لا يفعل شيء آخر من العبادات لأنه شهر القرآن لكن المتأمل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاهد في رمضان و فتح بادرا في رمضان بادر في رمضان و فتح مكة كان في رمضان و النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان يدارسه جبريل القرآن و طلب العلم من العبادات فإذا كان مر ملازما لطلب العلم فلا يمتنع أن يهتم علمه في رمضان نعم الفضيل في رمضان و كان نقل عن بعض السلف أنهم تركوا الدروس في رمضان و يشتغل بالقرآن لكن ليس هذا هديا غالبا للسلف هذه من المسألة التي ينبغي التنبه لها طلب العلم لا شك أنه في رمضان من أعمال الصالحة نعم المعتكف ينبغي أن يشتغل بأبادة نفسه لا ينبغي أن يزاحم العلم القرآن لكن إذا كان هذا المرء ساعة من الوقت فل يشتغل بالقرآن و العلم لالعلم ما يعينه على تعبد ربه عز وجل نرجع للتفروق لكن ناخد اتصال أبو يحيى من الأردن حياك الله أبو يحيى السلام عليكم عليكم السلام و رحمة الله السلام و رحمة الله و رحمة الله رزاكم الله شيخ مبك الفاطل و أخواني الكريم على البرنامج الطيب يا مرحبا يا أبو يحيى أكرمكم الله رسالتي أخي الكريم تفضل إذا أردتم أن تعقبوا على هذا الكلام كنت في الملاحظة أخيرتها تتكلم عن طلب العلسي رمضان أنا رسالتي إلى الأسر التي قصرت مع أبناها في أثناء الدراسة مثلا التهوا مثلا بدراسة المناهج أو دراسة الأكاديمية وانطرفوا عن الطلب العلم الشرعي أو الخاص للأبناء توجيه الأبناء أخلاقيا توجيه الأبناء من ناحية تعاليم الدين الآن فرصة في رمضان أنه النهار فارغ ما في معطين الأولاد أنه يعني يلتفد الأب والأم لتدريس أولادهم هذه الأمور التي شغلوا عنها في أيام العديد يعلمهم مثلا الأولاد الذين في سن الثائث العاشرة أو الحدعشر مثلا العاشرة أو عاشرة 11 سنة الآن هؤلاء بحاجرة توجيه ما قبل البلو كيف يتعامل مع الأحكام الشرعية كيف يتعامل مع الضهارة والنجاسة كيف يتعامل مع الصلاة ويحب الصلاة محبه وليس عادة هذا وقت يعني حبه هذا الوقت المبارك في رمضان لا يكون نهار كثل نهار نوم نهار ضائع بينما يجب أن يكون نهار عمل ونهار مذاكرة في هذه الأمور حتى يخرج من رمضان وقفل حصّل من هذا العلم الشرعيatoire المفيد وهو بحاجة له أصلا precipitation وهم الدراث إضافة أخذ كثير من العوائل أطرابها معنى هذا الإعلم جميل أبو يحيا جميل جميل شكرا لك أبو يحيا طبعا علّق ذكرنا التفرغ الأبناء نشكر الأخ أبو يحيا على هذه المداخلة الجميلة ولا شك أن التعليم في رمضان وتعليم الأبناء له هدي سلفي فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه إبراه للقرآن فالمدارسة سنة في رمضان فتعليم الأبناء وحق من يدارس وأن يعلمهم الأبناء ورمضان فيه فرصة للاستماع الأسر ترى أن كثير من الأسر ربما ذكر أبو يحيا أنهم ينشغلون في الدراسة وفي الأعمال قبل رمضان إذا جاء رمضان الناس تجتمع على مائة الإفطار ربما في غير رمضان الناس لا يجتمعون في غدائم وفي عشاملة في بعض الأسر أو في بعض الأوقات بينما في رمضان الإفطار يجمع الجميع وفرصة لتعليم الإبن أداب الطعام أداب الشراب التبصير في مساء الفقهية مثل ما ذكر الشيخ جزاء الله خير صدقت الله حتى بعض القيم والآداب يتعلمها لا شك وهذه حقيقة لفتة جيدة من الأقم المتصل وأن ينبغى أن يعتنب الأبناء رمضان فرصة لجمع الأبناء وأن ينفض هذا الاعتقاد السيء في نفوس كثير أن رمضان هو شهر الكسل رمضان شهر الفتوحات والجهاد والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه كسولا وذلك بعض الناس إذا كان صائما رأيت أنه من شعاره أن يضع اللثان يعني إذا قال إذا وضعت الإمامة تعرفوني إذا وضعت اللثان تعرفوني أني صائم و النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن ساب وحدنا وقاتله فليقول نمرء صائم ليس المعنى أنه صائم معنى أنه سيء الخلق اليوم يقول لا تكلمني فأنا صائم يعني هو سيء الخلق يعني يقول لا فلا لا تكلم فأنا صائم كان الصيام أصبح مدعاة لسوء الخلق معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن ساب وحدنا وقاتله فليقول نمرء صائم أي أن الصيام يمنعني من إجابتك فالصيام حامل على حسن الخلق و لذا عمر رضي الله عنه و أرضاه جاء له برجل قد سكر في رمضان نشوان فجلده و زاد عليه و قال و صبياننا صيام فرمضان هو فرصة للتعليم إذا كان الصبيان يصومون فأنت تفعل هذا الفعل و السلف كانوا يعودون أبنهم على الصيام و أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك و لذا قال فقهاء و يؤمر الصبي بالصيام إن أطاقه يؤمر به و يدرب عليه فالحقيقة رمضان فرصة عظيمة للأبناء خصوصا أن بعض الناس ربما يخرج صحة الترويح و القيام و يغفل عن وسراته فربما ضع الأبناء و ضعت الأسر و الانشغال بالواجب أولى من الانشغال عودهم على الصلاة احتسب الأجر في تعويدهم في تحبيبهم في هذه العبادة هذا أمر في غاية الله من ينبله الشيء جميل نحن نبقى كلام وصيه للنساء طبعا أكثر الأسواق ما شاء الله هم دائما أغراض النساء و هكذا يعني انشغالهم في بالقضاء من سوق إلى سوق لإنشغال بعض المستلزمات حينا نقول لك ما هي أساسية ربطون كمالية و يضيعوا حينا وقت على قوله دكتور في أمور ما أقول لك حين تكون تابعة ما تستطيع أن تقبل أو تؤجل فما هي وصيتك الحقيقة ذكرت قلت أن الناس في ليلة رمضان ينشغلون بالشراء و بالاستعداد و لحقهم الأخطاء التي نقع فيها ينبقى على المرض إذا أردنا يستعد لرمضان نحن لا نمنع الناس من استعداد رمضان فطبيعة و معيشة الناس في رمضان تختلف عن معيشة في غيرها فنوع الأكل الذي يوكل في رمضان و مختلف عن غيره هذا طبيعي أمر إيش هذا أمر طبيعي و الناس كلهم يفعلون هذا لكن الذي يمنع هو المبالغة المبالغة في الأثمان و الشراء و الإسراف في الموائد الطعام و انشغال النساء في طيلة يومهم في هذا صنعه و الانشغال به و يكون الهم هو أن يصور هذا الطعام و يرسل للناس أن هذه مائتها كبيرة و هذه مائتها صغيرة و هذه دوري و هذه متنوعة لكن أنا أُنبّل أخوات أنهن أيضا على فضم المرأة يريد أن تحتسب ربما يكون الأسرة عند المرأة كبيرة عندها أبناء و عندها تنال أجرهم فتنال ثوابا عظيما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من فضط الله صاهم فله مثل أجره فأرجو يرجى أن تدخل هذه المرأة في هذا الثواب في صنعه و إعداده فالمرأة إذا كتب عليها أن الأسرة كبيرة و ضيوفهم و روادهم كثر و يتتهيأ لهم لا تحبط ثوابها بالتكره فهي تؤجر حتى على هذا العمل الإسلام دين شمول يا شيخ تركي بعضنا تصورنا أن العمل الصالح في رمضان فقط هو القرآن أن تقوم على طعام الطعام لأمك أو هذه المرأة الفتاة في بيتها إذا قالت لأمي استريحي و أنا من سيقوم بيعا الطعام و أخرى تمكت على مصحفها لا شك أن التي قامت بالبر و راحت و لدتها و قامت عنا بصنع الطعام أنها أفضل و أعظم أجران الإسلام دين شمولي القرآن لا شك أنه من أفضل الأعمال في رمضان لكن لا يعني ذلك أنك إذا صنعت الطعام لأهلك أنك تبرمت نعم نحن نقول لا تكثري لا تبالغي لا يكون رمضان شهر مباهاه لكن أن تقومي بطعام الطعام افعليه و نفسك نطمئنه و لا ينبغي المرأة أن تتبرم من ذلك بل تصنع الطعام لأولادها كما أن الرجل إذا أطعم أهله و زوجه و يؤجر فالمرأة كذلك تؤجر فلسعداد رمضان بالطعام لا بأس به لكن لا ينبغي أن يبالغ فيه فيكون شهر تخمة و شهر للسمنة و شهر لتنوع الأطعمة هذا خلاف الهدي كذلك مثل ما ذكرت من بعض الناس يمضي لأيام الفاضل في العشر أواخر بالشراء و السوق و العيد و نحو ذلك معنا بإمكانه أن يأخذ ذلك قبل رمضان و لذا نقول للأخوات و الأخوة كذلك أيام رمضان هي أيام فاضلة و دقائقه معدودة و اللحظة في رمضان هي من نفحات ربنا جل وعلا فلا ينبغي لعاقل أن تمر عليه هذه النفحات و هو جاف عنها و لذلك كما جاء في بعض الأحاديث أن رمضان فيه نفحات من نفحات الله عز وجل يقول بعض العلماء فكيف أن ينال فضلها و لما يتعرض لها يعني هذه الفضال في رمضان تحتاج إلى تكون متعرضا لها تعرض لها بالعمل بالصالح و لا تكون في السوق رغم أنف و لم يغفر له و لا يمكن أن يكون المغفرة إلا بالعمل الصالح و العمل الطيب فنوصل لأخوة جميع الأخوات أن لا يكثروا من الخروج في رمضان لما ليس فيه مصلحة خصوصا أن الخروج اليوم الأسواق لا يكون كذلك فقط و مضع الوقت بل لا يخل المرء ربما من خطأ و زلل إما من عدم صيانة نظر أو صيانة سمع أو لغط أو كلام فإذا حصل له ذلك فإن هذا يؤثر على صيامه و على شهره فإن بغى المرء أن لا يكثر من ذلك و أن لا يبالغ فيه الشيخ خالد أحسن الله إليك و إليك الله رعاكم صراحة يعني الحديث معك ذو شجون و شيق وجميل رعاكم الله و لعله و أسه يجمعنا بك لقات أخرى و أنتم بخير و عافية و لأخوة من المشاهدين و المشاهدات و نسأل الله جل و أن يبلغنا و إياهم جميعا رمضان و أنتم بخير و صحة و عافية و تقوى و أن نسأل الله ذلك اللهم اميزاك الله خير شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن مشاهدتكم و متابعتكم لنا يتجدد لقاء بكم بذن الله عز و جل في الأسبوع القادم في مثل هذا اليوم إلى ذلك و في كل حين استودعكم الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته كل يضيف رؤى للنجاح و يثري بها ما جلس الابتكار فأنعم بهم في الورى أسرة و طوبى لمن في هداه استشاء و طوبى لمن في هداه استشاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر